يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضايا المصرية أهلا بحضراتك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا بسانتي صباح الخير وسعيد عليك يا شازلي على جميع المشاهدين في كل مكان الخير عمتا يعني من الأفعال الجميلة ومحببة لنا كلنا وهي فطرتنا كبني أدمين عمتا وممكن تعمل فعل خير لأي حد حتى لو ماشي في الشارع فربنا سبحانه وتعالى يقوم سيقلك كده حد تاني من حتة تانية ما تعرفهاش إما يعملك سواء نفس العمل أو حاجة تانية أو حتى يعني يعمل حاجة لحد أنت بتحبه لو مساعدة لولدك الكبير شوية أو لابنك أو الحاجات ذي كلها موقف الخير عمتا في حياتنا ملهاش عدد لأنه المصريين معروفين عمتا بحبهم لفعل الخير وخلينا نقول أنه بنبقى كتير ماشيين في الشارع وشايفين ناس بتساعد ناس لو حد عربيته وقفت بتلاقي على طول يعني لو سيدة كده عربيتها وقفت في الشارع تلاقي الناس نازلة وبتساعدها لو حد جراله أي حاجة تلاقي الناس كلها متلمية ووقفة وبتساعده بتطلب الإسعاف أو 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 موقف الخير في الحقيقة كتيرة جدا 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 من أول الصلة الرحم لغاية الصداقات وخلوني النهاردة أتكلم معاكم يمكن عن الصداقات أكتر شوية وده الوقت اللي كلنا محتاجين نساعد فيه بعض لو حد محتاج حاجة في الحقيقة لو فيه معاقف أتكلم فيه على غيرتلي حياتي أنا شخصيا فهي الصداقات بالتحديد وفي الحقيقة الإنفاق في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله بيردها أضعاف 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 سؤال حلقتنا النهاردة هو احكي لنا عن موقف خير عملته وتردلك بعدها وخلوني الأول أعرف شازلي الموقف الخير اللي أنت شازلي ممكن تكون عملته وتردلك بعدها مواقف كتير والحمد لله يعني أنا بحس أن فيه رسائل كده من ربنا ليا في الحاجات دي طبعا أنا مش هذكر الأعمال نفسها لكن ممكن مثلا في مرة ساعات تحد وبعدها بما فيش بساعات معدودة لقيت تليفون جاي خبر كنت مستنيه بقال كتير جدا وفرحني أنا دمعت من الفرح لإني حسيت فعلا دي دي رسالة ربنا دي رسالة ربنا أكتر من مرة مثلا أكون بساعد في مكان مثلا عام وشايف حد كبير في السن مثلا فكان شايل حاجة فساعدته أو سنته أو كده فلاقي مثلا بعدها بيوم والدي تقولي أنا كنت طلع السلم وكان معايا شنطة ولقيت شاب كده جاي يقولي عنك وياخد الشنطة يطلعها فوق ويستنيها لحد ما هي تطلع فأنا بحس إن ده رد للحاجات اللي أنا عملتها لكن أنا ضد الناس اللي بتقول خيرا تعمل شرا تلع ده مثلا ما لوش أي أساس من الصح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه افعل المعروف في أهله وفي غير أهله فإن صادف أهله فهو أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله وفيه تساؤل مهم جدا طرحوا القرآن هل جزاءه الإحساني إلى الإحسان؟ كل خير إحنا بنعمله في حياتنا بيتردلنا بيتردلنا بطريقة سواء مباشرة من نفس الشخص وإحنا مش بنعمل الخير للناس عشان نستنى رد هذا الخير وهذا المعروف من نفس الشخص اللي عملناه ولكن في بعض الأوقات بيترد من نفس الشخص وفي بعض الأوقات بيترد من أشخاص تانية ربنا بيسؤلك حد تاني في مكان تاني خالص يردلك الخير اللي أنت عملته ولكن في شكل آخر يعني أنت ممكن تتصدق أو تنفق فتلاقي على ناحية تانية ربنا بعت لك حد يساعدك أن أنت مثلا كنت بتستخرج ورقة مثلا من مكان ما ومتعسر ومش عارف تخلص حاجة فتلاقي ربنا بعت لك حد يسر لك أمورك فهي دايما كده اللي أنت بتعمله في حياتك هو اللي هتشوفه كل اللي أنت بتقدمه ليه كل اللي أنت بتقدمه لأسرتك مش لازم ليك أنت حتى كل اللي أنت بتقدمه لأسرتك أو اللي أنت بتقدمه للناس بيتردلك وبيترد لأسرتك بيترد الأولادك كم مرة مثلا عديت حد الشارع وبعد ما رواحت لقيت حد بيكلمك مثلا أو أهلك في البيت بيقولولك ابنك بيقولك كنت عايزة عدي الشارع وفيه واحد وقف العربيات وعداني كم مرة أنت وقفت بعربيتك عشان تعدي ناس وبعدها على طول مثلا لما رجعت لقيت مثلا زوجتك أو والدتك بتقولك ده حد وقف الطريق وقف كماشي بالعربية وقف طريق خالص وهدى الدنيا وعشان إحنا نعدي فهو اللي إحنا بنعمله بنلاقيه أي موقف إحنا بنعمله في الدنيا بيتردلنا ولكن زي ما كنا بنقول مش لازم من جنس العمل ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا حكولنا عن موقف خير عملتوه وتردلكم ده موجود على صفحاتنا المختلفة على سوشيال ميديا في انتظار إجاباتكم وتفاعلاتكم باستمرار على سؤال حلقتنا النهاردة بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر